طيب معي عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلية كابتن حمد مشرف ومنور حبيبي أكيم وربنا ديك الصحة يا ربنا خليك أنا اللي بتشرف بيك أكيم وربنا خليك هارد لك النهاردة وإن كان يعني الإسماعيل عمل مباراة محترمة بصراحة والله الحمد لله يا كريم الحمد لله في الأول زي مبارك للنادي الأهلي وبيقول هارد لك للعيبة بتاعتنا عملت مباراة جيدة جدا مباراة من المباراة القليلة أن أنت تسيطر فيها على معظم أوقات المباراة النادي الأهلي بخبرة لعيبته طبعا قدر يخلص المباراة وقدر يحرص ثلاثة أهداء بخبرة لعيبته لكن إحنا كان عندنا عدد من الفرص الكبير جدا لكن إنت لا بدتش تخلص فيه أو تدخل بي المباراة لكن أنا بقول الحمد لله اللعبة بتاعتنا ببقي وعندها سيقن يا كريم الحمد لله الأمور تتحسن وكنت لسه بقول قبل وحلوك تخش على طول أن أنتو محتاجين دايما للهدوء أكابتر محمد حسب الهدوء دوت في الإسماعيلية الناس صبرة والناس متفاهمة أن أنتو تقريبا بتعملوا فرقة جديدة والله الحمد لله جماهير إسماعيلية جماهير وعية جدا وهم مبسطين جدا أننا نحن موجودين وإحنا كمان مبسطين أننا نحن موجودين معهم فالحمد لله رب العالمين مختنعين جدا بكابتر نهاب وده حاجة مهمة جدا عندك مدير فني أنت استمت ورى ظهره لأن أنت استمت استمت فرقة بالنسبة للنادي الإسماعيلية أنه ممكن عندك 7-8 أولاد صغيرين موجودين دي بات بيشتركوا 5 أو 2 قاعدين بره وفي حوالي 7-8 تاني فأنت ممكن أنت عمد من اللعيبة اللي أنت بتحتاجش تشتري فيه لعيبة كتير بره من بره من الأندية اللي بره فهتبقى بتكلف النادي أقام كبيرة جدا فأقول يا رب الصد بس ده كمتر حمد مش معناه أن أنت نفسك في يناير تخش تشتري بعض اللعبين أنا بقولك أنت هتبقى خلاص بأي بيت نتطمن أنت عندك عدد من اللعيبة اللي أنت يقدر يلعب معك ويقدر يشيل النادي الإسماعيل صحيح بقول يا رب بس كل مباراة بتلعبها كريم بتجديد من استجام اللعيبة مع بعض بتجديد تجانس اللعيبة مع بعض بتجديد ثقة اللعيبة مع بعض يا ولاد شباب صغيرين فيهم أول مرة ناس بتلعب في الدوري فأي بيقول لهم العب وما تشغلش بالك أنا اللي مسؤوله أنا اللي بتحمل المسؤولية فثقة اللعيبة في كابت النهاب وثقة هو في اللعيبة بخليها اللعيبة بتأدي بشكل مريح جدا فيا رب إن شاء الله تبقى الاستمرارية أهم حاجة كريم وأنا بتفرج على المباراة النهاردة وأنا بتفرج عما شايف الإسماعيلي ماشي بشكل كويس بقول حظه وحش الإسماعيلي بعد أداء رائع جدا قدام للتحاد وأداء تصعود جدا على مستوى النتائج يلاقي النادي الأهلي على طول والأهلي طبعا عشان الأهلي الواتف أفضل حواله بالعناصر اللي عنده بالتمرز بالبطولات فالحالة اللي فيها الأهلي كمان مش عايفت شفت كده ولا ما كانش الإسماعيلي المفودي لعب الأهلي دلوقتي الحمد لله كريم في الأول وفي الأخر أنت هتقابل كل الفرق وبنقول هو توفيع ربنا بس أنك أنت بتبقى ساعات القرعة كده بتخدمك شوية لكن ممكن تبقى مباراة الأهلي دي بالنسبة لنا جيدة جدا لأنها بتدي ثقة للعيب نفسه أنه يقدم نفس الشك فده من الحاجات المهمة كريم ممكن تخسر فيها نتيجة لكن تكسر فيها ثقة اللعيبة وأداء اللعيبة ده حاجة مهمة جدا ممكن ما تعرفش تاخدها من أي مباراة تاني صحيح المرحلة اللي كانت صعبة في المباراة النهاردة شفت دي كانت أصعب مرحلة وتعرضت فيها الضغط من النادي الأهلي والله يعني ما فيش أوقات كبيرة في الحاجات دي يا كريم قد ما فيه كانت الفرصة اللي بتروح للنادي الأهلي بتبقى مشكلة عليه طيب أنا بقول الحمد لله هو المباراة نفسه ما كانش فيه ضغط بالشكل الكبير لأن أنا بقول لك كنا مصيطرين على أوقات كبيرة من المباراة لكن طبعا كل كرة بتروح مع النادي الأهلي بتبقى بالنسبة لك أنت خطر لأنه عنده من الخبرات اللي هو يتشكل عليه خطورة لكن الحمد لله أن احنا بضغط كويس جدا مع العيل واللعيل كان وقفة في أماكن كويسة جدا كنا بنعرف نستخلص الكرة بسرعة وده اللي ما خلاش علينا ضغط غير والكرة بقى معامة كريم بتبقى أنت الآن لأن خبرات اللعيلة بتاعتنادي الأهلي هي اللي يستعملنها كلا وممكن تخلص أي كرة صحيح كابتن حمد إبراهيم المدارب العام للنادي الإسماعيلي أنا بشكرا جزاء على هذه المداخلة ومرة أخرى هارض لك الخصارة اليوم أمام النادي الأهلي بعد أداء محترف